ما فيش وقت للراحة ده الكلام أو الفكر بتاع مارسل كولر في المرحلة دي لأنك يعني عندك يومين وبعدها هيكون عندك مبارات سموحة ثم يومين هيتخلى لهم رحلة سفر لتنزانيا عشان تلعب مع يانج أفريكنز اللي خسر بثلاثية أمام شباب لوزاد فبالتالي ما فيش وقت للراحة ده كان قرار مارسل كولر والنهاردة وزي ما قلت لكم يمكن من دقايق بدأ التمرينة النادي الأهلي هتتقسم جزئين لعيبة اللي لعبة المباراة مباراة حأخذت المواجهة بشكل أساسي هيخضعوا لبرنامج أو بعض التدريبات اللي لسه شفائية لكن اللعيبة اللي مشاركتش هتشارك بشكل كامل ويمكن وأنا بتابع التمرينة قبل حتى مطلع الهوى وقبل حضراتكم بدأي شفت واتطمنت على مشاركة علي معلول أو زي ما حضراتكم شايفين علي وربيعة كوكا أفشا صلاح محسن طبعا يعني علي بيلعب أو بيتمرن من قبل المباراة ميدياما لكن الرجل يعني وده كان حتى الكلام اللي أنا قلته يعتقد أنه من الصعب حتى لو كان جاهزا لك تغامر به وده في إطار ستة أسماء أنا شايف ظهر منهم اتنين على الشاشة دلوقتي السلية وعبدالقادر السلية عبدالقادر متولي أكرم محمد ضوي كريستو وعلي معلول دول اللي ممكن تكون بتتكلم فيه أنه مجموعة محتاجها تكون مش بقول أنه هم أساسيين أو بقول أنه ليهم دور أساسي كل العبت الأهلي السنادي ليهم دور أساسي لكن الأسماء دي أنت محتاجها لأكتر من سبب يعني السلية متولي معلول عبدالقادر عندهم خبرات كبيرة جدا 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 في مشاركتهم في كاس العالم فهي أوراق ممكن جدا جدا تحتاجها احنا بنتكلم في نص ديسمبر احنا النهاردة خمسة ستة عشرين نوفمبر يعني بتكلم في أقل من عشرين يوم ثلاثة أسابيع يبدأ الأهلي مشواره في كاس العالم عندك خلال الفترة دي أربع محطات فقط لغير هتبدأ بسموحة يونج أفريكنز زاد شباب لزداد وبعد كده تبدأ رحلة السعودية فبالتالي كل العناصر دي بالإضافة طبعا لردى سليم لو لحق اللي عرفوا أنه ردى إلى حد ما بدأ الدخول في بعض التدريبات لكن مفيش التحامات مفيش حاجة ممكن تعرضه العنف وده معناه أنه لسه قدامه شوية لكن هو برضو الحقيقة واحد من الأسماء اللي ممكن ترهن عليها حتى لو مش في المباراة لفتتحية لو ربنا إن شاء الله بإذن الله كلامنا في البطولة قدرنا نروح لبعيد ممكن تحتاج ورقة كمان زي ردى سليم